السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بالخير جميعا صبحنا وصبح الملك الله اليوم إن شاء الله راح نشتغل بالحراثة نحاول نشوف وش ممكن نعمل من تجهيز الأرض للزراعة القادمة هذه حراثتنا الجميلة مقاسة صغيرة نوعا ما أيضا المحراث الخلفي هذا أكبر منها شوي لكنها جيدة إن شاء الله بإذن الله ننطلق نحن وإياكم بسم الله هيا يا أبو زاهر هيا إلى العمل بسم الله هيا أبو زاهر هيا إلى العمل بسم الله بسم الله بسم الله لم تشرق لحد الآن إن شاء الله بعد شمية تشرق علينا الشمس راح نشتغل الأرض هذه شايفينها تقريبا يمكن خمسين في ثلاثين أو شي من هذا القبيل والأرض اللي فوقها والأرض الثالثة أيضا توكل على الله وننطلق الآن بسم الله الآن عندنا حراثة بهذا الشكل والأرض زي ما تشوفون تقريبا مربعة نوعا ما طريقة العمل راح تكون بالنصف تمام فمثلا راح أمشي من هنا إلى الزاوية اللي هناك وأرجع ثم أجي في منتصف الأرض وأرجع تمام وأخذ لفة كاملة من هنا وأرجع ثم الخط اللي أنا كنت عليه هذا أجي قبله بشوي وأكمل اللفة كاملة يصير عندنا خطين هنا وألف قبل الخط اللي موجود هناك تمام ثم الخط اللي أنا عملته هنا أجي من بعده راح نسوي تطبيقه الآن أيضا نشوف الأشجار يعني أو الشجيرات اللي موجودة هنا نوعا ماء كبيرة ليش؟ لأنه الأرض مهمة لا تركت فترة ما زرعت فخرجت فيها الأشجار هذه طبعا إن شاء الله احنا راح نقلبها كاملة أيضا لا بأس يوجد بعض الصخور مزعجة يفترض أنه العمال يكونوا موجودين معي وراح أتصل عليهم بعد شوي إن شاء الله أيضا وجود اللي هذا يعتبر نوعا ماء عايق لازم أنه نزيله يفترض دائما أنه تشيك على الأرض قبل أن تبدأ العمل طيب يا شباب أنا عملنا زي ما قلنا اللفة بالشكل هذا ثم رجعنا من هنا ومشينا للنهاية ورجعنا مرة ثانية وهكذا ونستمر بهذه الطريقة لحد ما ننهي القطعة هذه كاملة طبعا الأشجار اللي زي هذه بعد أن تنزع يجمعونها العمالة ويخرجونها خارج الأرض احنا أولا لأنه الأرض أبطت ما زرعت فراح نعمل حرثة خفيفة بس فقط أن نقلب وجه الأرض شي خفيف بعدين نعمل حرثة أغمق شوي يعني لازم أنه نسائس الأمر معدتنا صغيرة لو كانت الحراثة من الحجم الكبير كان ممكن يكون عندنا مساحة أكبر يلا ننطلق نكمل عملنا الحمد لله رب العالمين هذه الأرض خلصناها كاملة وهذه القطعة الأولى بقي الخط اللي في النص هذا فالعامل قال ما تقربوا لأنه الأرض منخفضة الأرض اللي هنا نازلة شوي والأرض اللي هنا مرتفعة شوي فيشكل عليهم بعدين مسألة تعديل منسوب المياه لذلك ما بدنا نخرب عليهم فتبقى هذه مرتفعة شوي وهذه نازلة شوي ما المفروض أنها تتساوى لكن هم اللي راح يعملون ويشتغلون هنا فنخليه زي ما يبغون الآن راح نطلع نشتغل في القطعة اللي فوق والعمال راح يجون الآن ويشيلون بقية الأشجار اللي موجودة إن شاء الله نشوفها بعد ما يخلصون والشمس بدأت تشرق هذه القطعة الثانية وفيها ثلاثة نخلات واحدة ثنتين ثالثة هناك هذه نظرة عليها قبل العمل وشاء الله نشوفها بعد ما ننهي عملنا حرافة الجميلة جاهزة هيا ننطلق اشتركوا في القناة الآن عندنا نضافة للشجار الكبيرة بعض المواقع فيها ماء ولذلك يصعب الحراسة شوي أنها تشتغل هنا بدقة حيانا تغرز علينا المناطق اللي هناك ما فيها ماء ودائما المزارع بعض المواقع يكون فيها شوية ماء لكن إن شاء الله نكمل عملنا هذه القطعة الثانية إن شاء الله أكملناها باقي مسائل نظافة العمالين ينظفون ونطلع للقطعة الثالثة هذه خزانات تجميع الماء هذه القطعة تحتنا هذه الثانية اللي اشتغلنا عليها قطعتين هذي واحدة ثنتين هذولا قطعة واحدة مع بعض والأولة هذي كل تحت هذه اللي اشتغلنا عليها هو الوحدة اللي قلنا لكم فيها منطقة فاصلة أيضا هذي فيها منطقة فاصلة بين القطعتين عندنا القطعة هذي اللي فيها النخل صار فيها عملية يعني قص عسبان أو ما يسمى بالتكريب أو قص عسبان نخيل صراحة الشخص اللي قص يبدو لي ما عنده خلفية قص قص جائر مفروض انه يبقي جريد من نخل أو عسبان يعني اكثر من هذه لكن ما في مشكلة الحمد لله رب العالمين لو تلاحظون انه الأرض هنا معمولة بمعدة طبعا بحراثة ولكن يعني معدة مش المخراش العادي زي اللي انا اشتغل عليه في المنطقة هذه لا معمول بمعدة أكبر لذلك أنا لا بد اني أعملها الآن طبعا أنضت شهر كامل وهي مقلبة ومفتوحة علشان الحشائش وعشان الأرض تتعقم قلبت وتركت لمدة شهر كامل الآن راح نحاول نعملها نوعا ما من التسوية زي هذه وبعدين نتركها ما شاء الله يعني ممكن نتركها سبوعين ثلاثة أيضا لحد ما نشوف انه فيه وقت بدر جيد ممكننا نبدأ نبدأ لكن الآن نحنا نعمل عمليات استصلاح للأرض قدر الإمكان ونعقمها في فصل الصيف نشوف الآن الفرق بين الأرض بعد المخراش الصغير وبين المعدة الأكبر اللي يسمونها الصاروخ كانت تعمل هنا تشوفون قطع تراب طبعا هذه كلها تربة وراح تتكسر مباشرة القطع الكبيرة هذه يعني لو نشوف هنا مجموعة هذه قطع كبيرة جدا لكن كلها أشية جرة تمر عليها الحراثة راح تتكسر كامل هذه كلها تربة يعني كلها زي هذه مثلا راح تفتت بالشكل هذا لاحظون كلها قابلة للتفتت لكن شكلها كذا يوحي أنها يعني قوية وهي هشة يعني بذن الله احنا راح نشتغل منطقة كاملة بذن الله بس قلنا نشوف أول شي لأنه فيها شوية خنادق كبيرة أو خطوط يعني زي الخط هذا الآن خط كبير أيضا تشوفون هنا هذا خط الصاروخ يسمونه صاروخ اللي يفجي الأرض هو يسمونه الفجاج يعمل حفرة كبيرة جدا فلما تمشي بالحراثة لا بد أنه يكون منتصف الحراثة في الخط هذا علشان تدفن ودفن وأيضا مع تقليب الأطراف اللي مين واللي سار أيضا لو أنزل الكاميرا الآن تشوفون يعني راح تشوف الأرض كيف شايفين عشان كذا راح نشتغل عليها إن شاء الله حراثتنا الجميلة ما شاء الله اليوم الشمس ما طلعت والجو غائم والحقيقة إنه إحنا في الصيف لكن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد أيضا لأخوة الكرام المهتمين يعني بعضكم ممكن يسألني وش نوع الحراثة أنا والله لا أعلم لكن نصورها لكم من قرب هذه من هنا 4350 دبل كيو كابوتا إن شاء الله حراثتي الجميلة شوفوا أيضا عندنا تصريف سيول يعني هذه المزرعة لنا ونظام المدرجات ففي هنا تصريف سيول من القطع اللي فوق أسمات هد الجدار هذا فينزل الماء أسرع من هنا ثم ينزل على القطع هذه بما أننا نتكلم في حرف الأرض تقليبه وكذا أيضا عندنا النخيل للأسف أنه ما تم تلقيحها بشكل جيد لذلك نسبة الشيص أو اللي ما عقد بشكل جيد كبيرة بكل أسف يعني هذا راح كله لا يستفاد منه وليست واحدة مجموعة كبيرة هنا من النخل رغم أنه النخل هذا ترى يعني نوعه ممتاز جدا طبعا لما أقول لكم النخل هذا ممتاز جدا ونوعه ممتاز ليس لأنه أنا عندي خلفية في النخل جيدة لا ولكني أعرف الرجل اللي أحدى والدنا النخل هذا فهو لا يهدي إلا شيء مميز رحمه الله طيب شوفوا نسبة الشيص هنا هذا الأخضر اللي ما عقد شوفوا الثاني الأصفر هذا عقد ووضعه ممتاز لكن لأنه عملية التلقيح ما تمت بشكل جيد فما تحسنت الثمار أيضا شوفوا هذي بالله شيء مزعج مزعج جدا شوفين نسبة الشيص أو اللي ما عقد بشكل جيد يعني كمية كبيرة اللهم استعان أيضا هناك في شوي هذه الأجزاء السفلة الحمد لله رب العالمين الحمد لله طيب هذه أرضنا الآن العمال ينظفون إن شاء الله تصير أفضل ما شاء الله لحد الآن ما طلعت الشمس الساعة تقريرا الثامنة صباحا وهذا من فضل ربي هذا منفضلنا الجسد بسم الله شوية خبار شايفي النخلة هذي فيها حفرة ايضا طيب يا جماعة ان شاء الله احنا رح نقسمها مجموعتين يعني رح نبدأ نلف من هناك ثم نلف من بين النخل من هنا شايفي مكان ما حرفنا هناك بعد ما نلف اللفة هذي لين نقف المجموعة هذي بعدها ناخذ النخيل اللي شايفين النخلتين اللي مع بعض هذي هي واللي وراها الين اخر اجتار هناك ان شاء الله حراتتي الجميلة الان نشوف الفرق بعد ما اشتغلنا كيف صارت الارض كده ان شاء الله وبين هذي ان شاء الله يجي المطر ارزقنا الله كل الخير شايفين كيف شوف المنطقة هذي ايضا شايفين هذي كيف كانت الشكل هذا والان لما اشتغلناها صارت كده الآن الروح الريح الآن الساعة تقريبا ثمانية ونص أو تسعة والروح الريح وان شاء الله نشوفها العصر وعند الله كل خير بذن الله الاجواء طيبة وغيوم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغيث البلاد والعبادة اللهم ان نسألكم فضلك شكركم جميعا ان شاء الله تكونوا انوا استفدتم هذا مجرد تقليب بعد التقليب الاول التقليب الاول اللي هناك استمر شهر هذا ممكن يبقى اسبوع اسبوعين او ثلاثة ايضا ما يمنع حتى ممكن ان نوصل الى شهر دام انه ما في موسم زراعة ما راح نزرع اذا في موسم الاجواء مناسبة في نبات معين راح نزرعه بين الله راح نزرع القطع راح نحط واحدة منها برسيم واحدة بلوبانك والباقي تبقى ذرة بيضة او اللي يسمونها القصب وعند الله كل خير شكركم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته